اشتركوا في القناة A B C متلت قائم الزاوية في A الضلع المقابل للزاوية القائمة A يسمى الوطر في حين نستعمل مصطلحي المقابل والمحادي للدلالة على الضلعين الآخرين وذلك حسب كل من الزاويتين B و C فمثلا بالنسبة للزاوية B الدلع A C هو المقابل لها والدلع A B المحادي لها أعزاء التلاميذ لاحظوا معي هذه المحاكات في المثلة القائمة الزاوية في A عندما المسافة A B تتغير نلاحظ بأن النسبة A C على B C لا تتغير وتبقى ثابتة لكن عندما نقوم بتغيير قياس الزاوية B النسبة A C على B C تتغير السؤال المطروح لماذا النسبة A C على B C ثابتة وغير مرتبطة بالمسافة A B؟ وللإجابة عن هذا السؤال نعتبر زاوية حادة X أو Y وعلى الدلع B X ننشئ نقطتين M و R العموديان على حامل نسب المستقيم B X والماران من M و A يقطعان B Y على التوالي في النقطتين N والS حسب خاصية التوازي والتعامد فإن A C يوازي M N وبتطبيق خاصية الطارس المباشرة على المثلة B C فإن B M على B A تساوي B N على B C تساوي M N على A C ومن التناسب B N على B C تساوي M N على A C نستنتج أن M N على B N تساوي A C على B C النسبة M N على B N ثابتة وغير مرتبطة بالنقطة M هذه النسبة تسمى جيب الزاوية الحادة A B C ونكتب سينس A B C تساوي A C على B C خلاصة إذا كان A B C مثلة قائم الزاوية في A فإن جيب الزاوية الحادة A B C يساوي طول الدع المقابل للزاوية B على طول الوطر أعزائي التلاميذ إلى اللقاء في شريط آخر مع درس آخر